هذه الشمس التي تسير أمامك تشرق ثم ذلك تغرب والنبي يقول للصاحب الجليل كما في الصائحين أتدري أين تذهب؟ عند الغروب قال الله ورسوله أعلم أدباً في الأدب مع الحب مع النظر بالدقة على آلاء الله جل في علاه في العالم العلوي فقال له إنها تذهب فتخر تحت العرش تسجد للرحمن الله تعالى يبين لنا آية الشمس هذه الدفعة التي لو اقتربت لحترقت الأرض هذه قوة الله جل في علاه قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولللي سابق النهار وكل في فلك يسبحون فتنظر إلى الشمس فتعرف عظيم ربوبية الله جل في علاه بدقة النظر في عظيم الخلق في هذه الشمس التي طائعة لربها جل في علاه خاضعة لله جل في علاه تتعلم منها كيف الطوعية والخضوع والانقياد وتمام الاستسلام أنت عندما تتفكر حقاً في خلق الله جل في علاه سيجرّك جرّاً إلى تمام توحيد الله الذي به النجاة وبه الفلاح والسداد والرشاد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتنظر إلى القمر كيف كان مستديراً أو يأتي هلالاً ثم يكون قمراً مستنيراً كاملاً مستديراً مستديراً ثم يذهب إلى المحق كل ذلك من بديع خلق الله جل في علاه ترجمة نانسي قنقر